لا ليك في أي مهنة وكل واحد فينا ربما من المشاهدين يخدم يعرف زملاء في المهنة شكل الناس المخلصين لي وشكل الناس اللي يظلوا نهار غام ويحفروا له بمعنى من يعتقد بأنه يقدر يبني إمبراطورية على أنقاض إمبراطورية أخرى هو مختئ هو مختئ كل إمبراطورية قائمة بعناصرها بذاتها كثير من القناوة تحاول تتقلد النهار تقليد أعبة حاول تتقلد النهار في برامجها حاول تتقلد النهار حتى في مقدمة الأخبار تجيب واحدة شبه الفلان حاول تتقلد حتى في شريط الهام العاجل ينتظرون قناة النهار حتى ليس فقط هذا نحن الآن لا نقارن ولكن فقط باشتعرف أن للقصة تاريخ القصة لم تأتي من العدم هذا الحقد والله هذا الهجوم على قناة النهار وهذا الذي يتحين هذه الفرص ليس غبيا ولكنه ليس ذكيا لأنه يعتقد بأنه قلت لك أنه رح يبني يبني قناة ويبني إمبراطورية إعلامية يقول لك أن نطيح النهار باش ننطلع أبدا النهار مطلعش لا ينقاض إمبراطورية أخرى النهار لما جاءت مكانش موجودة إمبراطورية إعلامية أصلا قناة النهار لما جاءت مكانش كانت 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 قناة الجزيرة ولكن قناة النهار لما خلت الجزيرين يهاجروا الجزيرة ويجيوا للنهار لم تتهجم على الجزيرة إطلاقا صحيح ولم تتحين الفرصة باش تتهجم على صحفيه الجزيرة ولا على مديرها ولا على كل هذا كل هذه الأمور يعني النهارة اليوم هي نتاج ثمان سنوات من العمل وثمان سنوات في عمر جريدة أو في عمر قناة أو في عمر أجهزة الإعلام شيء صغير جدا يعني كين قانواتي عندها مية سنة كاني عندها أكثر من ذلك